السلام عليكم ورحمة الله سوف نروي لكم قصص من عجاب العالم القديم قبل أن نبدأ نرجو الاشتراك وتفعيل زر الجرس فضلا وليس أمرا قصة فتى الغزال لا تصدق وغريبة وغريبة في نفس الوقت لنقول إن فتى الغزال مختلف تماما وأكثر روع بين جميع الأطفال الضلين في التاريخ لأنه نجى سنوات عديدة مع قطيع الغزال يأكل فقط الأعشاب والجذور تظهر هذه القصة المذهلة للطفل الوحشي فتى الغزال أنه يفتقر إلى بعض المهارات الإنسانية الأساسية ونسي العديد من الأشياء التي تعلمها في بداية حياته لأنه فقد من المجتمع البشري في سن السابعة فقط ومع ذلك فقد تمكن من الوقوف على قدمين من وقت لآخر منذ أن فقد فتى الغزال في سن مبكر لم يظهر أي سلوكيات حضاري ولكن كان من الطبيعي في ثقافته الخاصة حيث كان يقضي حياته البرية يأكل الأعشاب ويركض مع القطيع في الواقع لا تريد أذهاننا أن نصدق أعيننا لأن بعض الحوادث تكون غريبة جدا ولا تصدق لدرجة أنها تغير قانون الحياة وقصة فتى الغزال هي أحد الأمثلة تماماً قصة فتى الغزال في الخمسينيات من القر الماضي عندما كان عالم أنثروبولوجيا يدعى جن كلود أوجيه يسافر عبر الصحراء الإسباني ذات يوم كان مسلياً تماماً عندما سمع عن صبي في قطيع الغزلان يأكل الأعشاب ويتصرف مثل غزال من البدو النمادي قبيل الصيد الصغير في الشرق موري تانيا وجد أوجيه نفسه مفتوناً بقصة فتى الغزال وكان متحمساً جداً لإجراء مزيد من التحقيق في اليوم التال اتبع اتجاهات البدو اكتشف أوجيه واحة صغيرة من شجيرات الأشواك وأشجار النخيل وانتظر القطيع بعد ثلاث أيام من صبره رأى هذا القطيع أخيراً لكن الأمر استغرق عدة أيام أخرى من الجلوس والعزف على الجلبة الفلوت البربر لكسب ثقة الحيوانات فيه على ما يبدو اقترب منه الصبي وظهر عينيه اللوزيتان المفعم بالحيوية والداكنة وتعبير لطيف ومفتوح يبدو أنه يبلغ من العمر حوالي عشر سنوات كاحلاه سميكتان بشكل غير متناسب ومن الواضح أنهما قويتان وعضلاته مشدود وترتجف واختلاط بعض الجروح العميقة بخدوش خفيف شجيرات شائكة أو علامات صراعات قديم تشكل وشماً غريباً سار ألفة الغزال على أربع لكنه افترض أحياناً مشي منتصب مما يوحي لأجر أنه عندما تم التخلي عنه أو فقده تعلم بالفعل الوقوف اعتاد على نفض عضلاته وفرو رأسه وأنفه وأذنيه مفله مثل بقي القطيع استجاب لأدنى ضوضاء حتى في أعمق نومه بدى متيقظاً باستمرار يرفع رأسه عند سماع أصوات غير عادي مهما كانت باهد ويستنشق من حوله مثل الغزلان بعد أن شاهد فتى الغزال عاد أوجه ووصل استكشافه عبر الإقليم الشمالي الغربي من الصحراء الكبرى بعد مرور عامين على اكتشاف فتى الغزال عاد أوجه إلى الموقع المحدد هذه المرة مع نقيب في الجيش الإسباني ومساعده لقد حافظوا على مسافاتهم لتجنب تخويف القطيع بعد الانتظار لبضعة أيام وجدوا مرة أخرى فتى الغزال الذي كان يرعى في حق المفتوح بين قطيع الغزلان وبطريق ما تمكنوا من القبض عليه تغلب عليهم الفضول في النهاية وقرروا مطاردة الصبي في سيارة جيب لمعرفة مدى السرعة التي يمكنه الرقب بها هذا أخافهم تماماً وصلت سرعة فتى الغزال بشكل لا يصدق إلى من 51 إلى 55 كيلو متراً في الساعة مع قفزات مستمرة تبلغ حوالي 13 قدماً بينما يمكن أن يصل العداء الأولمبي إلى 44 كيلو متراً في الساعة فقط في دفعات قصير وبعد محاولتهم الإمسك به أصيب الجيد بثقب ولم يتمكن من ملاحقته ففقده يقول البعض إنه هرب مع قطيع الغزلان في عام 1966 عفروا عليه مرة أخرى وقموا بمحاولة أسرة مرة أخرى من شبكة معلقة أسفل طائرة هليكوبتر لكن هذه الخطة فشلت في النهاي سلوكيات فتى الغزال عندما تم العثور على فتى الغزال لم يكن لديه فكرة عن كيفية تحدث مثل الإنسان وكيفي المشي في وضع القرفصاء كان شعره طويلاً متقذراً ووجه مدبباً يشبه الحيوان لكن لم يشعر أحدهم بالتهديد منه يقال إن أوجه نفسه حاول تعليمه سلوكيات طبيعية مثل الكلام والأكل بالسكين والشوكة وكيفي المشي بشكل دائم على رجليه كل هذه الدروس لم تنجح وأدت إلى تساؤل الرجال عن مدى سرعته في الجري وهرب في النهاي هناك قصة أخرى عن فتى الغزال لها عواقب مختلفة وهي القبض على صبي بري في الصحراء الممتدى عبر الأردن وسوريا والعراق لاحقاً أحضره لورانس إلى المدينة وحاول إطعامه وكسوته لكنه استمر في الهرب فأخذه إلى الدكتور موسى جلبوت في إحدى محطات شركة البترول والذي نقله لاحقاً إلى رعاية أربع أطباء في بغداد قال دكتور جلبوت إنه كان يتصرف ويأكل ويبكي مثل أي غزال ولا يشك في أنه عاش كل حياته بين الغزلان حيث يرضع منها ويقطف أعشاب الصحراء المتناثرة مع القطيع كان يعتقد أنه يبلغ من العمر حوالي خمس عشر عاماً يبدو أن جسد فتى الغزال كان صامتاً على الكلام وكان مغطى بشعر ناعم ولم يأكل سوى العشب على الرغم من أنه بعد أسبوع تناول وجبته الأولى من الخبز واللحوم في هذه القصة يزعم أنه يمكن أن يركب بسرعة ثمانين كيلو متراً في الساعة كان طوله خمس أقدام وست بوصات وكان نحيفاً جداً بحيث يمكن عد العظام بسهولة حل جسد لكنها أقوى جسبياً من الرجل العادي يقال أن فتى الغزال كان يعول نفسه في السوق بالقرب من الحميدية حيث كان يحصل على الصدقات وسيعطيه الناس حوالي خمسة وعشرون سمتاً ما يعادله ليركض بجانب سيارة أجرى ومع ذلك كان لا يزال لديه شعر طويل متسخ وملاب السوداء مع تقدم العمر والأوساخ في النهاي لا أحد يعرف بالضبط ما حدث له حتى أنه لا توجد صور أو لقطات شرعية يمكن أن تثبت وجود فتى الغزال باستثناء كتاب فتى الغزال جميل مذهل وحقيقي حيافة متوحش في الصحراء كتبه جن كولود أرمين وهو نوع من الاسم المستعار الذي تم الكشف عنه جزئية والذي أخذه جن كولود أو جيه استنتد على الرغم من أن الكثيرين يعتقدون أن قصة فتى الغزال حقيقي إلا أن هناك البعض ممن يعتبرون هذه القصة خدع قائلين إن الفكرة الكاملة لطفل الصحراء الذي نشأ على حليب الغزال والعشب غير المتساقط يعمل بسرعة ستين كيلو مترا في الساعة ضعف الرقم القياسي الأولمبي هو في الواقع مستحيل من الصحيح تماما أن جسم الإنسان لم يتم إنشاؤه لاكتساب مثل هذه القدرة الخارق وفي النهاية نشكركم على المشاهدة لا تنسى الاشتراك والإعجاب في الفيديو فضلا ليس أمرا